السلام عليكم ان شاء الله النهاردة هنحضر مع بعض فطاير اقتصادية او وجبة اقتصادية وجميلة سهلة التحضير من الخضار اللي انتو شايفينه ده وبطريقة سهلة وبسيطة جدا يلا نشوف هنبدأ ازاي ونسمى اللون ابدأ اهم حاجة تشوف الفيديو للاخر علشان تعمليها صح لانها سهلة وسريعة وحلوة جدا وتاخد معاك كل المكونات الموجودة في البيت عندي كل انواع الخضار اللي انت شفتيها زي اي نوع خضار موجود حابة تستخدميه هتستخدميه بعدين هتبشرهم كلهم او تضربيهم في الميكسر كلهم بالطريقة دي وتحط عليهم كل البهارات اللي عندك او البهارات اللي بتحبيها زي ما انت شايف انا حطالك كل المقادير والمكونات والبهارات في صندوق الوص بازن الله انا هنا استخدمت البطاطس وكوسة وجزر وبصلايا وحزمة خضرة مشكلة وكمان البهارات بتاعتي حطها لكلها في صندوق الوص عملت توم بودر بصل بودر وبهارات السبعة وكمان حطيت عليها زعتر ووريجانو وملح وفلفل وبطين وكبيت طحين ومعلقت بكنج بودر ومعلقتين زيز زيتون وزي ما انت شايف مكوناتها بسيطة وسهلة جدا وموجودة في كل بيت وتقدري تتحكم فيها وتشكليها زي ما انت حب بالطريقة دي اهم حاجة انك تبشريها كويس او تقطعيها كويس وكلها تبقى في مستوى بعد علشان احنا مش هنسويها نهاية هنستخدمها كل الخضر زي ما انت شايفة كده طازة بيطلع الطعم رائع جدا وحلو جدا مع الوريجانو مع البهارات بتاعتك مش هتسدقي ومحدش يعرف انت عاملة اصلا فطيرة ايه شكلها او صانية ايه شكلها او ايه الحاجة اللي بيكلوها دي هنا حطيت معلقتين زي الزيتون بيديها طعم حلو جدا طبعا هو صحي جدا ومعلقة خلى علشان البيض بالشكل ده واحطها عليها بطين حسب انت ما انت حابة ممكن تكطر يتقللي زي ما انت حابة زي ما انت شايفة كده هنقلب المكونات كلها مع بعض حتى تمتزك جيدا كلها وحطيت معلقة بيكنج بودر بالشكل ده الحلو في الوجبة بتاعتنا دي على قد ما هي اقتصادية تقدري تقليها وحدات صغيرة تقدري تحطيها في التوستر بتاع التسخين الخبز تقدري تعمليها في الفرن في صانية تقدري تعمليها زي الكريب فطير على الغاز من فوق زي ما انت حابة ولكن انا اليوم هعملها في صانية لاني حبها تكون اقتصادية وكمان تكون صحية مزاجة المكونات جيدا مع بعض وحب اضيف الطحين هتاخد معاك من كباية لربع طحين حسب مقدار ما انت هتشوفيها انت هتشوفيها و هتعرفيها قدامي انا هنا على جزرية وبططسية وكسية زي ما انت شايفها المقادير اللي انا حطتها خدت معاك كباية لربع بالشكل ده جبت صانية وحطت فيها ورقة زبدة وده هنتع علشان اقدر اطلع منها الفطيرة او الصانية بتاعت اقدر اطلعها بسهولة ما تبوصش معايا شكلها ويبقاش حلو هاد هنا بمعلاقة زيت زيتون كده ان استخدمت فيها من اول زيت زيتون لو انت حابة اي نوع زيت ممكن تقدري تستخدميه حاجة ترجعلك المكونات تقدري تبدلي تخيار تحطي الخضر ده تشيري الخضر ده انا اللي عملتها النهاردة علشان اوقع يعني اجيب كل اللي في التلاجة بفضل حابة 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 منه واستخدمها بالشكل ده تقدري تحطي فيها في الفل الوان تقدري ما تحطيش في الفل الوان تقدري تحطي اي نوع واحد خضار مع البيد والطحين والخضرة تقدري اللي انت حابة تقدري تعمليه فيها جميلة جدا وتشكيلها سهل جدا وكمان استخدامك لها يعني كل انواع الخضر اللي انا حطيتها تقدري توفق تحط نص حزمة الخضر لو مش حابة فيها خضرة بالشكل ده انا بحب فيها الخضرة كتير علشان بتدي ريحة وطعم حلو جدا زي ما انت حابة كده وشايفة تقدري تعمليه ونفس الطريقة البهارات تقدري تحط البهارات اللي انت حابها والبهارات اللي تتناغم وتتجانس طعمها مع المكونات اللي انت حطها هحطها في الصنية زي ما قلتلك تقدري تتحمريها حابة بحابة زي الفلافل تقدري تخضيها زي الكريب على النار تقدري تحطيها في الصنية وتستخدميها تحطيها في التوستر زي ما انت حابة هندخلها الفرن تكون مشغلة الفرن مسبقا طبعا وندخلها ورفو أوسط ونفضل قدامها لغاية ما تطلع زي الكيك الاستكينة منها نضيفة زي ما انت شايفها كده شكلها بس الشهة لسه محمر هطلعها وحط عليها جبنة بعد كده زي ما تاخد وقت معاكي تلت ساعة عشر دايز زي ما تاخد انا طلعتها وهي لسه قبل ما تحمر وجهها كده وحط على الوجه جبنة اي نوع جبنة انت حباه وبعد كده ندخلها تاني تاخد عشر دايز الجبنة تحمره ونطلعها هيا كده استود زي ما انت شايفها بس الجبنة بتزود الكيمة الغذائية بتاعتها وتضيها طعم حلوة جدا وكده ممكن تكمليها تحمريها وتطلعيها ولكن دي خط واختيارية الجبنة بما ان احنا عاملينها يعني وجبة كاملة كده تغضي منها القطع وجبة كاملة بالضبط يعني مش هتحتاج تحطي معها اي حاجة تانية زي ما انت شايفها كده طبعا زي ما قلت لك خطوة الجبنة اختياري ولكن بتبطيها طعم حلوة في الاخر وبتكمل القيمة الغذائية وبتعلي القيمة الغذائية بتاعتها وبرضو اختياري يرجع لحضرتك تقدري تقدميها مع عشايا تقدري تقدميها في افطار تقدم تقدري تقدميها في غدا في عشا زي ما انت حب اشتركوا في القناة كده هي جاهزة هندخلها الفرن والشايح مره هنطلعها ونشوفها مع بعض طلع علي حتها رائعة طعمها احلى طبعا خطيرة زي ما انت شايفه مستوية وحلوة جدا وريحتها حلوة جدا واي نوع خضر تقدر تحطي وتأكليه لأولادك بدون ما يعرفوه اي هو ده او اي خضر مش بيحبوه تقدر تعمليه بالشكل ده طعمه حلو جدا مش هيبن اي هو ده اصلا مش هيقدروا يفرقوه هيكلوه وطبعا زي ما احنا عارفين الكيمة الغذائية بتاعت الخضر اللي احنا كلنا غفلانين عنه ما بناكلهوش مع الخضر مع الطبيخ وكده نقدر نعمله بالشكل ده زي ما انت شايفه شكلها حلو جدا وطعمها حلو جدا وكمان توفر عليك وجبة افطر او عشاء او غدا زي ما انت حب المكونات قدامك على الشاشة اهي وكمان موجودة في صندوق الوصف وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة اتمنى يكون الفيديو نالاعجابكم ولو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير وتعليقاتكم الجميلة اللي دايما بتفرحني لو لسه اول مرة تشوفوا القناة اتمنى الاشتراك وتفعيل الجرس عالك كل عشان يوصل لك كل جديد اي استفسر او اي سؤال سوالي في التعليقات وان شاء الله برد عليها واستنوا مني وصفات تانية جديدة ومتميزة دمتم في حفظ الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته